أول شيء طبعاً نحنا بنتشرف ومش بالكلام بالفعل بتمنى يكون لأنه دور فعال بالمجتمعات وبالأعمال الخيرية والأعمال الإنسانية أكيد أنا بقول دائماً إيد واحدة ما بتزقف الشق للصحراء المغربية أنا بتمنى أنه يكون فيه سلام يكون فيه محبة بين الدول العربية نشيل لها الحدود الوهمية اللي نحنا بنعتبرها مثل كيف عملوا شنغن يكون هذا الشيء موجود عنا بتمنى وبرفع صوتي أكيد لكل القيادات العربية بتمنى أنه يكون صوت مسموع وفعلاً نحنا نكون قلبنا على البعض فيه توحد في محبي بالفعل برجع بقولك أنا حاملي بصوتي رسالة سلام رسالة محبي صوت لبنان صوت الوطن العربي بدي نقوله بكل مكان لهالسبب بغني كل اللهجات ما عندي مشكلة ودايماً يوجهولي بعض النقد أنه ليش بتغني كل اللهجات أنا فنانة لبنانية عربية وبغط يعني بفتخر بهاشي بحمل جنسي الإماراتية بس أنا كمان فنانة عربية فصوتي ملك كل الناس لازم غني كل هالشي كل اللغات فبتمنى يكون لنا أدوار فعائلة مثل الغرب بس للأسف ما في مؤسسات كبيرة تدعمك أنت كفناني ويكون على نطاق واسع رفتي ومجالات كتير كبيرة وفي فناني كتير بدون ذكر أسامي مقدموا يمكن حسين الجسمي كمان شارك بكتير كان له زيارات إنسانية وهيك وبتمنى عملنا وبتمنى يكون لنا شي يعني نصيب من هالشي هدا يعني نحن مكن عنا إنستيجرام ولا تويتر ولا سناب شات ولا الفيسبوك كل هيدا السوشال ميديا مكننا كنا نعتمد على أنفسنا كتير كان في مجهود وما زال هيدا الشي أكيد يعني نحن ممن نعتمد كتير بس على هالطرق هيدا يعني في مجهود شخصي في أعمال بتشتغلي عليها في كليبات بتصوريها في أشياء فبحث أنه هلأ بالعكسر المجال المفتوح لكل الناس ما هو اللعب المفضل اللي عندك في ريال مدريد؟ والله بدك السراحة ولا بنت عمّة بنت عمّة بنت عمّة هيك مختلف طبعا كلهم أنا حفظتهم وكلهم امتابعتهم وأنا ممبر في اي بي ممبر بي ريال مدريد